شاركت سعادة السيدة أمنى بن تحمد رميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في أعمال النسخة الثانية لملتقى الاستثمار البلدي فرص الذي تستضيفه العاصمة السعودية رياض وذلك بدعوة من معالي الدكتور ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية وشادت الوزيرة أمنى لرميحي بأهداف الملتقى والذي يسعى إلى رفع مساهمات القطاع الخاص في تنمية المدن من خلال تحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب استثمارات خارجية ورفع جودة الحياة في المدن وتمكين تحقيق الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية اثمنت الوزيرة لرميحي جهود المملكة العربية السعودية لاستضافة تلك الاستحقاقات الاستثمارية الدولية وأكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني حرص الوزارة على الاستفادة من مخرجات هذا الملتقى وتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين الشقيقين لتبادل الخبرات والفرص الاستثمارية خاصة في مجالي السكن الاجتماعي والتخطيط العمراني ترجمة نانسي قنقر